استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة ضوابط صرف أراضي الانتفاع في مجال الأمن الزراعي والحوافز المقدمة لمستحقي هذه الأراضي وناقش المجلس خلال استضافته المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشاريع الأمن الغذائي كمشاريع الاستزراع السمكي والزراعات التخصصية واستعرض الاجتماع والمبادرات الشبابية التي تهدف إلى تنافس الشباب في الأعمال التصميمية للمشاريع التنموية وعرضها في المرتقيات ترأس الاجتماع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة